عمرك سألت نفسك ايه هي درجة الحرارة القصوى اللي ممكن يوصل لها نظام السيفي تي عندك في السكوتر للأسف معظم الفنيين بيهمشوا الإجابة على هذه النوعية من الأسئلة أو توعيد قائد السكوتر بالابتعاد عن العادات اللي بتؤدي الى ارتفاع درجة حرارة السيفي تي بصفة عامة هنا هنلاقي تآكل كبير في بكر السحب والتآكل ده سببه زيادة حمولة السكوتر مع اسلوب خياضة خاطئ في ظل ظروف تشغيل صعبة مما يؤدي الى زيادة درجة الحرارة بطريقة كبيرة وبالتالي هنلاقي هنا ان في تآكل شديد سواء في بكر السحب أو في بسكت الباريتور أو في الرمبي بليت مروحة الباريتور بيبقى فيها شفرات والشفرات دي فيها منحنيات لأن كلما زاد انحناء الشفرات كلما زاد حجم الهواء وضغطه ده غير ان نحن هنلاقي في شفرات لإزاحة الهواء في ظهر الكراتش الخلفي لزيادة عملية التبريد وده بيبقى موجود في الاسكوترات 250 سي سي أو الأكبر منها معظم شركات تصنيع أجزاء السي في تي العالمية ومن ضمنها شركات تصنيع بكر السحب بتجري اختباراتها عند درجة حرارة حوالي 90 درجة مقوية ولكن هنلاقي انه بيتم تصنيع الباريتور الأمامي والكلاتش الخلفي لتحمل درجة حرارة حوالي 148 درجة مقوية ولكن بصفة عامة لو درجة الحرارة في نظام السي في تي ارتفعت عن 100 درجة مقوية ده بيتسبب في الإضرار بمكونات السي في تي أو تقليل العمر الافتراضي طبعا أنا هنا بتكلم عن الشركات العالمية مش الشركات الصينية اللي بتعمل دون ركابة أو اللي معندهاش معايير للجودة طيب ايه هي أسباب زيادة درجة حرارة السي في تي؟ واحد جر أو شد أو حمل أحمال تييلة وطبعا موضوع ان تلاتة يركبوا على الاسكوتر ده بيعلي درجة حرارة السي في تي في حالة الطوارئ عند شد أو حمل أحمال تييلة يجب السير بسرعة منخفضة مع الحفاظ على هدوء عداد الارب ام لأن انزلاك السير في هذه الحالة بيولد درجة حرارة عالية أو درجات حرارة جديدة اتنين عند بدء الإقلاع أو السير بالاسكوتر يجب أن تكون حركة مجبض الوقود ثلثة ومستمرة لأن عندما يتم ملف مجبض الوقود بلطف وبطء لا يمكن البقرة الدفعة اللي هي الخلفية الامساك بالسير مما يتسبب في انزلاك السير أي توليد مزيد من الحرارة ده غير إن الحركة دي بتخلي الاسكوتر يعمل دردرة أو رجة في الطلعة علشان كده 80% من تأكل السير بيحدث أثناء إقلاع الاسكوتر أو تحركه من وضع السكون مش عند الوصول لسرعة القصفة زي ما البعض بيقول ثلاثة عند القيادة في الرمال أو الطين أو الطرق الغير ممهدة ويجب السير بسرعة منخفضة رقم أربعة عدم الجاري بسرعة عالية الفطرات طويلة حيث يعمل السير في الجزء الداخلي من البقرة الخلفية مما يؤدي إلى توليد حرارة عالية على الحزام يجيب فحص مدخل الهواء باستمرار والتأكد أن مخرج الهواء غير مسدود لأن نظام السيفي تي بيحتاج تدفق جيد للهواء لتبريد أجزاؤه طبعا مش عاوز أقول إن فيه ناس بتجيلي مركز الصيانة سدى مخرج الهواء بحجة الحفاظ على هدوء سندوق السيفي تي من النقطة المهمة جدا في الموضوع ده عدم ترك المحرك يعمل لأكتر من دقيقة دون حركة بحيث إنه بتسبب ذلك فيه تآكل زائد في بقرة الدفع أو في البريتور وده اللي بيخليني إن أنا أنزع محتويات السيفي تي أثناء عملية التاليين بعد إصلاح المحرك يعني حضرتك بلاش إن أنت تقف بالسكوتر أكتر من دقيقة لازم إن أنت تتحرك علشان الحركة دي بتخلي أو بتعمل تآكل في البريتور الأمامي في الفترة الجاية إن شاء الله جايبين ليكم أجهزة اختبار وقياس أجزاء السيفي تي اللي مش موجودة غير في الأماكن معينة ومعدودة على اليد في العالم والأجهزة دي هتساعدنا على أزالة معظم عقبات ومشاكل السيفي تي اللي بتقابل معظم مالكي السكوتر في المصر بالإضافة إلى وصول بعض الأجزاء الخاصة بتعديل أنزمة السيفي تي والأجزاء دي بتحل مشاكل كتير منها مشكلة الاحتزاز أو الرجة عندها طلعة السكوتر ودي من أكتر الأسباب المزعجة لمعظم مالكي السكوتر ترجمة نانسي قنقر